هو طبعا التشكيك في اي حاجة مش في الدين بس التشكيك في العلم التشكيك في الدولة التشكيك في الأسرة التشكيك في النظام الاجتماعي التشكيك في اتخاذ القرارات الاقتصادية التشكيك في الجيش كله ده هو حالة هي فوسي فساء الفوضى الخلاقة التي تدعو اليها كونت ديديزا رايس ولذلك على طول لما نلاقي واحد واخد الماجستير بتاعته من بريطانيا وجينا نطط علينا ببرجوت وبيقول على البخاري الذي بذل في صناعته ووضعه واخراجه وتأليفه انقرأه على الفرابري سبعون الف وهم بيزبطوه وجلس ابن مالك مع اليونيني لضبط البخاري يونيني محدث وابن مالك لغوي صاحب الالفية علشان يزبطوا البخاري فاتخرجت النسخة اليونينية كلام علمي على اعلى مستوى للعلم انا لا انسى ابدا وانا في كيمبريج ان الراجل بيقول لي انه الوان باي وان وما حطين استاذ لكل طالب الطالب يبقى معا استاذ مباشرة كده عارف دي جايبها منين جايبينها منين قلت له لألم الازهر بعد هذه الحضارة الفخيمة التي يعني ابهرت العالم يجي واحد نططلنا بالبراجلت ويقول انا عندي او 35 سنة ده انا هعمل فيكو هساوي الله انت تابع مين وانت بتقول ايه بغض النظر في شكل هذه المسألة فقضية ان التشكيك يؤدي الى ائمة التطرف ائمة الالحاد ده وارد بس هو وارد في حدود القابلية القابلية في حاجة اسمها القابلية المستمع ده اللي هو متضايق شوية من الدين او زعلان من ربنا وبيصلي بس زعلان كده من جوه مش راضي بيشوف ربنا واصف التاني اكابر بيقول رضي الله عنه وموارده عنه ان انا راضي عن ربنا مبسوط لكن التاني ده زعلان يعيني من ربنا فسمع اخينا ده وهو بيهانتر فاوهو بيهانتر كده بالكلام ده هو يميل اليه بس ده مش من الهانتر ده من القابلية بتاعت السابق فيه في نفسه حاجة ممكن والتاني عنده مشرب عنيف وعجز عن الرد مش معلومات كافية علشان يرد ولا علشان يتبين له ايه الهتر الهتر يعني الحمق اللي بيقوله صاحبنا ده فيعايز يقتله طب مين اللي بيقتل الدواعش والارهابية طب من انضم الى الدواعش والارهابية دفاعا عن هويتي قبل دينه ودفاعا عن ديني ودفاعا عن كل حاجة فنعم هذا الخطاب الاهطل الذي هو مبني على طق الحنك يعني على الظاهرة الصروطية يؤدي الى التشكيك في قبل الهش الى الالحاد وإلى في قبل الصلد الى التشدد والتطرف وكلاهما وجهان لعملة واحدة كما قلنا مرار اشتركوا في القناة